تحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أربع مخابز خيرية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وذلك بعد تطويرها وتأهيلها لتوفير أكثر من 12 الفراغي في خبز يوميا توزع مجانا على الأسر الفقيرة والنازحة في المناطق المحررة بالساحل الغربي وبما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ويأتي إنشاء المخابز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات التي تؤكد على مواكبة التحرير والإغاثة بما يضمن توفير المواد والمستلزمات المعيشية اليومية إلى الأسر الأشد احتياجا من خلال تأمين عاجل وفوري لإحتياجات أهل المناطق المحررة ومدهم بالمعونات الإنسانية وتنفيذ المشارع الخدمية بما يدعم استقرار سكانها وتواكب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي بضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في إطار خطة شاملة تساهم في استقرار الوضع الإنساني في محافظة الحديدة